اشتركوا في القناة 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 طبعا تحياتنا لنا دا محمد وكل عام وانتي بألف خير مشتاقة لتشموت ويا رب ان شاء الله اتنورينا دائما ببرامج صوت العاصرة لولا لولا اجيتي بشوق متعلي رايد بس تجاوبني خايب غير عشقنك يلا حتيها ريح لي ترهم لولا 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 ترهم لولا اشتركوا في القناة واكيد يا سولاف طبعا احنا حلقة نقاشية في هذا الموضوع صحا وتحاولنا في هذا الموضوع انه شونا الايجابي وشونا السلبي اكيد المستنعين الكرام اللهم نصيب انه يشاركون مواضعنا لان هي مواضع مجتمعية وشبابية اه اه وناخذ اتصال اتصال يا جهاد العلو مساء الخير ралو مساء الوري مساء الخيرات عنو مصطفى النجار مصطفى النجار رب إن يlicher واحد في الموضوع بواحد في المدينة أم فاطمة أم فاطمة أم فاطمة أنت مثل ما تعرفين أن اليوم الحلقة الأولى من برنامج شباب لايف مصطفى وأكيد أني سؤلت نورتنا تسلمين لكن أيضا موضوع نقاشنا حاولنا أن نذكرها بعديا لكن أكيد اتصالاتكم تنورنا فنستمع من مصطفى بالنسبة لموضوع نقاشنا وجهة نظرتش بهذا الموضوع موضوع اليوم أم فاطمة اليوم نحن نعرف أن المجتمع يحكم من ناحية النظر من ناحية الرؤية تعرفين العين هي تحكم مثل ما ذكرنا أنا سولاف اليوم كيف يكون الشاب بالفقرة التي ذكرناها كيف يكون الشاب اليوم لايق ومحترم في المجتمع من خلال جلوسة اليوم أنت ممكن أحد الخطار الذي يجوش بالبيت أقربائك نحن خاصة الأطفال نعلمهم منهم ما هو صغار أنه شون يقعدون أشلون تكون قاعدتهم محترمة حتى يكونوا محترمين بالمجتمع صح؟ فأنت نيوم أريد رأيي تحول هذا الموضوع النقاشي؟ سالح هذا المثل من ابنتك الشرى ما فيهتموك يعني إذا قعدت يعني فواجئ أو ملاذك يعني لا أقام وعنا قدت كله يعني كنما أكون توازنها يعني أو أكيد إحنا يعني نذكر أنه رسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال أنه جلوس القرفصاء هو من أهم يعني أكثر الجلوس اللي مستحب المجتمع القرفصاء اي نعم فهي أكثر شيء من الهدوء الهدوء كل ما بج يعني واجنها يعني كل ما بج واجن الضقور يعني كني هذا اللي يكون دعماً محترم يعني كلامة مني خيبولة خيبولة يعني بواجن أوكي إحنا هسا صلتنا الضوء بالنسبة إلى زوم وأكيد إحنا نحن ننطي الطريقة الصحيحة اللي بإمكان الشاب والشابة الاعتماد عليها لطريقة الجلوس طيب إحنا أيضاً عدنا موضوع آخر من مواضيع نقاشنا اللي هو الشخص اللي يكون معين الأهلة من ناحية أنه أكو أشخاص مثلاً يشتغلون وينطون مصرف الأهلهم البعض من عدهم لا يخليها النفسة شنو رأيتش بهذا الشيء لا موضوع أما توازم يعني مثلاً توازم بين هذا وهذا مثلاً إذا ما عندك شغلة أي حلال هذا فإذا عندك شغلة وموضوع مصرف من البيت لا هذا خرام يعني خذت اللغم اللي يقوله لا تتحلل عنه زين أن فاطمة يعني أنه هذا الشخص مثل ما يقوله هو يقول لك رب على ما تربى صح؟ أي صحيح فهم اليوم أهل ربه وصلوا خلوا يكمل كلية سلاف نحن اليوم نعرف نحن كثير من المجتمع يعني نحن عندنا مثل ما يقول أمانات هواية وأمانات أهلنا هي الأولى يعني بعناقنا فإحنا اليوم نشوف يعني مع الأسف اليوم هواية من الشباب خاصة أنا ما يكون يعني حيازي لكن الأكثر أنه للشباب طبعاً وموضوع من أهل الشباب يقول لي صحيح يقول لي مثلاً يصرفوا في الجيد حتى لو الوالد المبلغ بسيط حيث يعني فرحمه وصعر ويعتمد عنه نفسك طيب أم فاطمة أنه تعرفين خلال فترة العيد طبعاً موضة راحت الحمد لله على خير إن شاء الله عليك وعلى عائلتيك الكريمة طيب فلاحظتي أنه مثلاً أكو أشخاص ينطون عيديات الوالدهم أو الوالدتهم أين طبعاً بحضت يعني أخوتي شي فعاً يعني ماشاء الله الله يفض يعني أليا ما أعترفه بيا بسرعة لا والله ترا قوية هار زيلم فاطمة خاف مطتش يعني خاف مطتش يعني خاف مطتش تسلمين يا ورده إذا عاصلت العاصمة أكيد شلى عيونها عليك لا أسم الله تسلمين يا ورده يعني أنا شي سمعت واصل نور فينا أكيد إحنا نتشرف بيتي وكل مسلمين الكرام أكيد لأن أخيتي واردتي استفقنا والله بإيجار يعني ساعدهم الشهرين أهى الحمد لله شكرا لك يا أون فاطمة ونورتنا شكرا لك يا أون فاطمة ونورتنا وإن شاء الله نقول لك يعينوك إن شاء الله أخوتك إن شاء الله طبعا تحية طيبا ندا محمد وقائد الحجي نورتنا بأيضا ببرنامج شباب لايف نتمنى أيضا تشاركون البث على صفحاتكم الرسمية أو من خلال الجروبات أوكي خلينا نستذكروا الطريقة الصحيحة اللي هي لي كيفية الجلوس أوكي يبدو أنه أكو اتصال مرة أخر لدينا اتصال آخر يا جهاد حول الاتصالات ألو مساء الخير نفس الوقت نتعرف عليهم فرصة حلقة أولى أكيد ألو مساء الخير شونك يا حبيبي يا بحي الله جمال خالد شونك يا جمال وأنت كل الجمال إن شاء الله نورتنا يصعد مساءك يا رب إن شاء الله نورتنا شونك يا جمال أكيد استماعت سؤالنا نتابعكم المخرج منه جهاد الزبيدي جهاد جهاد وتحيات جهاد الزبيدي إليك وكل كذا صوتا حاصل نتابعكم يا جمال اليوم وجهة نظرك حول الشام لا يعني اليوم هو يجيب لقمة الخبز اليوم هاي مع الأسف أنه ما يقسم لقمة الخبز بينه وبين أهله ردك يعني شنو اليوم رأيك بهذا الظاهرة يعني هافي أردي أحنا كمجتمع عربي عايشيني أي أكيد وبالوالدين إحسانا نعم وبالوالدين قال أمك 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 أفصل يلا قال أمك على عطارات الولادة والحمل نعم قدر علامة كيس كميس طيب شو هاي الحال يستاذ طيب الشعبت بغواي من جلس لكنا الله أنه شارع خمس منهم اللي يمون أمهم بشارعون الدوائر تمام أوكي هسا أنت من وجهة نظرك هالواجب على الشاب المتزوج أنه أيضا يعطي جزء من مصروفه خمس منها ولو بربع من عند الوالدين ولوالدين هو يقوم بسربة ابتداد حينتوا يحتاجون هذا واجب علي إذا التهم لديهم لديهم يقوم بحبه لأنك سوف أقوم نتواج بسربة بعد سرفع من الأصبار لأنك نجد سريك لا أمك أفصل التجاهل الوالدين تبقائ women اشتركوا في القناة 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 نقطة ثالثة اشتركوا في القناة 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 أكيد لأنهم حالتهم أنه مثل ما يقول استثنائي لأحنا ملاحظتنا بهذه الفقرة للشباب للشباب أكيد لكن يبصورة عامة هي حتى لكبار السن أنه كيف يجلسون هي فائدة لهم طبعا أنه أنت مثلا تلاحظ شخص كبير بالسن مثلا النفرات اللي هي أبسط شيء اللي هي مثلا الكوستر أو الكية أو الكية فيفضل أنه أنت أول شيء رح تأخذ عليها أجر وبنفس الوقت أنه أنت رح تساعد رجل كبير يجلس على المكان المخصص مرتك وأماكن يعني تلاحظ أنه ما يستوجب أنه هذا الشخص الكبير بالعمر يجلس عليها ما رح يرتاح فأكيد أنت من الدرجة الأولى الأولى عفوا الأولى الأولى رح تحصل على حسنات لا تلزم ليها لا طبعا لا مواني ليش خبت عليك كبار السن خبت عليك كبار السن فظلوا بقلب سبير يا سلاة أكيد كبير طبعا كل الحب والاحتراف لهم وبنفس الوقت قائد الحاجي نورتنا ويسعد مسائج ومجهيد حسين محمد أيضا يقول من ورين تحية خاصة المخرج ومقدم البرامج ألف تحية وكل الكادر مصطفى وسلاف طبعا نقول لك إحنا ألف تحية يا مجيد حسين ونقول لك كل يعني إن شاء الله كل أيامك جميلة وأفراح وسعادة ونورت البير سيد نبيل شهيلي سلاف منورة أنت والكادر ومنورة آني ومصطفى بالتأكيد بيتواجدة النجمة البعيدة تقول آني قصيرة يعني كي صحيح يا سلاف والله أنت منفسك يا بالكعب العالي والله بصراحة أي شيء يرهم على النجمة البعيدة هي جميلة لها للعكازة نقول لهم إن عكازتكم وإياكم دائما لان أولاد الحي فيكي جنور خطيار العلعكازي عني تعابل الجاسر خطيار العلعكازي عني تعابل الجاسر طفل الحامل تؤموي كغري اسمك عاتمو جبتي خي وصحرتي بي ودوبتي عمو هيدا يقل لك يقبورني هيدا يصفر ويغني هيدا يقل لك يقبورني هيدا يصفر ويغني وتلاميز المدارس ولا واحد فيهم دارس انت مرق تسرق تحرق الأخضر واليابن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأكيد هذا يصفر ويغني وحلى باس الغنائي من جهاد زويدي طبعا وبعدنا باقين لكم برنامج شباب لايف أنا وسولاف سولاف الشاب اللاموا عني الأهل اليوم مثل ما يقول اليوم هو يلاحظ شباب يقولون أن يتذمرون احنا بيتنا زوجتي أطفالي زين أمك وابوك وين طبعا شوف هو احنا هميا معذور إذا كان هو ما عنده يعني غير متمكن فعلا بكمية هواية وشوف أنه اليوم يطي مثلا فاتشي مادية اكو فاتشي معنوية تطرح الأب والأم اكو شرط معنوية تطرح الأب والأم هي ذكرتها قبل شوية وهي ممكن الهدايا خاصة مو شرط الليلنا يقول أنها مثلا موقف معين أو مناسبة مثلا أن تكون ذو ثمانية اليوم الهدية معنوية بحد ذات أحسن وفي صراحة والدتنا ووالدنا طبعا الله يحفظهم أكيد ووالدي ووالدتي نقول لهم إن شاء الله يعطون العمر لكم ما أعتقدوا أنهم راح يدورون مثلا إن شاء الله كلش باهضة الثمانوية بالعكس بسلمهم أنه أنت ما تنساهم فأكيد هذا موضوع نقاشنا ومستمعينا وانذكر برقامه واتفنا مرة أخرى الي حاب يتصل علينا على الخط الأول 077-0800-801 والخط الثاني مصطفى الخط الثاني الي هو 0770 يا مستمعينا 077-0800-802 وبعدنا مستمرين وياكم يا أحلى مستمعين والفقرة القادمة هي فقرة social media اليوم إحنا بالميديا كل المنشورات كل مثل ما يقول جميع المعلومات اللي تنشر بالsocial media هي ذو أهمية صح؟ وبعضها تكون مو ذو أهمية لكن إحنا اليوم أن نقصر عليهم من الميديا من social media يا سولار للأسف أنه إحنا حالين اللي دايصرون الأمور السلبية تنتشر بصورة أكثر من الإيجابية كل السريعة طبعا هي هاي تعتمد حسب ثقافة الشخص والشاب والشاب مثلا أكو أشخاص مثلا كبار حتى اليوم أخبار طبعا أكيد يعني بالتدرج أن يستخدمون مثلا مواقع التواصل الاجتماعي فأي شيء ممكن يصادفهم صدقون بي على الرغم أنه هو ممكن يكون كذب أو مجرد ابتزاز أو ممكن ابتزاز أو ممكن حتى تسقيطي مستمعين أنه social media هي أخبار عن social media اليوم إحنا من الميديا شنو اللي راح نحتاجها وشنو الأخبار اللي راح نحصل عليها وأكيد اليوم البعض مثلا خلال هاي الفترة احنا راح نتكلم لهم خلال هذا الأسبوع شو نحصل؟ نحن البعض من عندهم أنه ما يستخدمون الانترنت بسرعة يعني كل شيء يعني مثلا من نسبة 10% نمو كونوا دائمين بالانترنت خاصة اللي يشتغلون الشغلات المهنة الحرة الصعبة فانه ما يعرفون بالأخبار اللي يصير عندنا الأخبار اللي فنحن نحاول أنه نذكرهم بالأخبار اللي نحصل عليها وأكيد هي اللي فائدة الشباب بالسرعة عامة ولفائدة المجتمع طبعا خبرنا الأول يا سلاف ويا أحلى مستمعين الخبر الأول هو الاعتداء على طفلة اللي أكيد بعض ممكن سمع به الاعتداء على طفلة من نازحين أهالي سنجار أكيد طبعا أكيد طبعا أنه هذا الخبر اللي هو اعتداء على طفلة من نازحين أهالي سنجار من قبل أقارب والدها اللي يتبلغ من العمر عشر أعوام طبعا إحنا يقصفنا نحن نستذكر هيتش يا أخبار لكن خبر مهم اليوم هيا هذا اللي حصل خلال هذا الأسبوع صار حديث التواصل حديث التواصل اللي صار هادي من الأمور اللي صارت للأسف أنه دسر بكثرة أكيد طبعا إيش قد عمرها؟ أنه عشر سنوات عشر عوام عشر سنوات فيش أنه هذي نفسية؟ الخبر اللي أنه يصدم أنه هو أحد أقرباء والدها والله لا تستغرب زين شنها النفسية اليوم يا سلاف ما على الأسف يعني أخب الناس صرق المزلومة صحت بصاد وما حد سماني لحلف باسم سنين خلف باسم جد راح أقدامي أكيد طبعا تصد مظلمة طبعا طبعا مظلمة وموف تسية ونازحة أهميني حالات كثيرة صارت أكيد أكيد حاجة حالات أخرى صارت نستذكر الطفل همين اللي صارت قبل أشهر مو بلاهواية قبل حتى المقال السنة هادي ضل النفسيات للي منتشرة اليوم يا سلاف مع الأسف صارت مثل الموضة اللي دي شوفها بالأطفال نو بالأطفال يعني أنا أكو حالة مشابهة إلها أحد الزملاء الإعلاميين أو الصحفيين أكو حالة أنه أخذها أنه داعش بنت ياسولاف تاركين أهلهم محافظات بعيدة أنه محافظات تحت محافظاتنا الحبيبة وعزيزة على قلوبنا داعش بنت أو داعش طفلة تبلغ من الأمر داع السنة تقريباً ما يتجاوز عمارها لخمص طاقة السنة تاركين بيوتهم من وراء أنه بتقون بشخص اسمه حسن اللي هو عبارة عن حزاب واحد هذا الشهدت هذا أيضاً من اللي حصل بمواقع التواصل معي على السوشيال نين ديت هذه أيضاً من الأخبار اللي كانت للأسف أنه بس بنفس الوقت أنه إحنا من خلال برنامجنا الشباب العيف فنحاول أن نوصل أكيد الرسالة لأهلنا ولفئة الشباب والبنات أنه تحافظون على أبنائكم وأولادكم بالتأكيد وأكيد طبعاً بيمكن لكم مشاركة والاتصال المستمعين نستذكر مرة أخرى بهذا الموضوع اللي حصل خلال هذه الفترة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أيضاً الخبر أما بالنسبة للخبر الآخر واللي هو اللي يهم فئة الشباب أكيد وكنا محتاجي يا ترى برأيك شنو مصطفى والله أنا يعني يعني تصورات إنه وزافة الثقافة والآثار بالفعل اللي أعطت فرصة طبعاً صحيح أنطت فرصة جهات زبيد المستغرب لا لا تستغرب أكيد انصدم جهات الشعب العراقي وكافة وزاراتنا دائماً تفتح فرص لكافة الخريجين اللي من ناحية التعينات فإذا مستمعين التعينات اللي هي التي تحصل حالياً بدرجات وظيفية في وزارة الثقافة تعلن وزارة الثقافة والسياحة والآثار عن فتح باب التقديم للتعيين في مقر الوزارة طبعاً هو الوقت اللي كان نخصص لها من 28 شهر الخامس اللي راح وصادفة بعدها اللي هو تقريباً شهر رمضان من شهر رمضان طبعاً ويستمر طبعاً لمدة 20 يوم خوش وقت طبعاً خوش وقت أما آخر يوم اللي هو يصادف 18 حزيران فهذه فرصة طبعاً يا سولاف أكيد أنه هي هاي فرصة شبابنا أكيد الحلوة اللي دائماً نشوفهم أنه اليوم كثير من شبابنا خريجين ما لقوا فرصة يعني بسبب سوء الحال اللي مر بها البلد الصعوبات مثل الضغوطات صح لكن اليوم أنه بدأت الحال يتغير بالمناسبة بوجود فرص اليوم يعني تكون فرصة هواية اليوم تقديم ألكتروني بالمناسبة أكيد تقديم ألكتروني وأكيد أنه وزارة الثقافة والآثار أنه قدمت هاي تعينات وحتى وزارات أخرى لهم قدمت تعينات صحيح هاي فرصة حلوة للشباب طبعاً أنه يشوفون حالهم يحسنون من حالهم ولا تي أس يعني أنه مثلاً ما يطلع اسمي وممكن يكون بي لا الدرجة الأولى أنه ما ني أس طبعاً بنفس الوقت أنه مصطفى اللي الخبر السار اللي بيها أكثر أنه بكافة التخصصات ممكن اللي حتى من اللي عندهم شهادات السادس ابتدائية أو ثانية طبعاً أكو تخصصات بها جداً كثيرة بإمكان الشخص أنه يقدم لها ألكترونياً أفضل من التليفون يعني أنا دا لاحظ كثير من الأشخاص حتى ليه بمساجات وصلتني من قبل صديقاتي وزميلاتي أنه سلافر يريد نقدم أوكي لأنه يمش حاسب أوكذا قلت لهم أوكي سلافت قد ملكم إيه سلافت حتى تطبع يفتحون الرابط شبير سلافت الله يسلمك يفتحون الرابط بالتليفون لا قدمي لي مني همتي ذهات لا تقيد طبعاً من ناحية أنه مثلاً بالتليفون رح يصير جداً صعوبة تواجه بيها يفضل أنه مثلاً إذا أكو شخص قريب يمك الأنترنت موجود متوفر كل مكان حتى اليوم كبسة تزرب سيارت معين في ريجي موجود متوفر لكن ليس بالتليفون حتى تسحب الاستمار تكون بالحاسبة كأمن تكون المثيقة مرتبة تكون حتى مطبوعة صحيحة وصدقوني لتيأس والله العظيم لتيأس أنا عرف أشخاص حليل ما تخذني حليل ما تخذني إيه تخذني ولا تردني حليل ما تخذني حليل ما تخذني حليل ما تخذني إنه ليش على الموت أخذنا بالعكس إنه هاي ممكن تكون فرصة يعني إنت ها كي أنا أحس إنه قصد جهد زبيدي إنه كيف إنه أكو بنات ممكن يتعودوا على نومة للعشرة للتسعة ممكن على الموت أخذنا من ناحية القاعدة الصبح هاي سرع او بس غدا أخذنا شكرا اليوم هي فرصة اليوم هي مثل ما يقول خطوة الالف ميليا سرع بس أنا أحب أحب أنصح البنات يعني أنه مثلا أكو أشخاص مثلا يقول لش أكو تعيين وكذا فهذا إحنا لازم ناخذ حذرنا ناخذ بصداقية مصارف ماثوق أكيد طبعا خاصة اللي مثلا يريدون أنه عندش مبلغ من المال هاي صارت طبعا يا شولا صارت أكثير مع الأسف أكثر تعينات أنه هي صارت لها هاي الحافلة للأسف وما يحصل شي لاحظت برجيلها ولأخذت سيد علي واضح؟ ماذا ناهل يوم 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 لاحصل التعيين من برنامج شباب لايف احنا نحب نوعي البنات وخاصة صديقاتي صبييات أكيد لأنه في أتي ملتقائي طبعا الشباب أتشكرا أولهم اللي طلاب الجان مجتمع فلوسنا عليه جهاز أمان لا لا طبعا بس ممكن أنه طبعا الشاب وضعه ممثل البنت يعني لأنه يقدر يحسن من حاله يقدر يمت بفلصة صح يعين نفسه يريد يكون نفسه يا شولا أنت هذا اللي تذكري أنه إحنا نذكر أنه المسؤولية تقع على الشاب نفسه خاصة اللي يكمل كلية على الرغم يعني نهلا يريد يكون نفسه ممكن يكون شباب عندهم مشاريع زوات حتى جين اليوم يوفر كل ذني إذا ما يبدأ أنه فرصة أنا أقول أنه أبسط فلانك ما نستبعد أنه هو ينطي مبلغ من المال أنه يساب لأنه يريد يحصل عليه عدنا مع الأسف أنه تعتمد على القطع الحكومة تعوف القطع الخاص طبعا هذا محور آخر نناقشة بعدين أكيد يا سولاف أنا وكل مستمعين الكرام نقضي نقضي التصالات نقضي 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 أنه محاور أخبارنا ومحورنا وفقرتنا سوشال نيديا هي نقاشية بين مستمعين الكرام وأكيد وأنا العروض الممولة التي تصير على مواقع التواصل على الفيسبوك أنه أكو فرصة عمل هذا الشخص إذا أنت لا تتأكدين من عنده أنه فعلا موثوق نفس الوقت أنه حلو من عندك أنه أنت تأخذين والدك أو والدك من أجل أن تروحين لمكان معين لأنه أكيد سيذكر لك أن المكان الذي تتوجه له أكو بعض من الأمور مثلا يريد صورة فأكد ستكون أنت مستهدفة بهذا الشيء ممكن أنه الانترنت إلى فائدة اليوم أنه مثلا اليوم شركة دائرة معينة وهذه وزاء يعني شيء حكومي فأنت لم تخسر شيء قدمت هذا خلال هذا الأسواء حصل هذا فإنه مثلا أنه اليوم أنا أكل دائرة معينة أنه تطلب تعينات أهلية مثلا موظفين حتى إذا نكون براتب بسير متواضع لكن اليوم لا نبحث عن هذه الدائرة ممكن اليوم إلها وجود إذا هي دائرة متوقعة هل هي اليوم مسجلة بالجوجل مسجلة وخيرات العراق كثيرة من ناحية التعليقات نحن سنرى أنه هذه تكون إيجابية أو سلبي ونوعي شبابنا برنامج شباب لايف هو توعية للشباب اليوم تحياتنا الشباب والبركة بيهم لكن مع الأسف نجد الكثير من الشباب أنه عدهم هفوات صح عدهم هفوات وخاصة ممكن الصر شوف هي بطبيعتها عاطفية بنفس الوقت أنه أهم أن تحتاج أكو بنات يعني هم المعينين لأهلهم صح طبعا مو بس أنه من ناحية حتى الشباب أكو بنات هي التي تكون الكبيرة وأي شغلة ممكن تجي قدامها بس في سبيل شوال مثل ما نقول إحنا بالعامية تلزمها حتى تأخذ من عدة مكسب أو رزق الحروب الموضوع أنه كثير من فرص العمل أيضا توفرت من خلال طبعا الانترنت اللي هي بإمكانها أن نسوي صفحة لها خاصة بدان يعني ما تفتح محل بإمكانها أنه يمهب المنزل مشتريات وبضاعات مضمونة طبعا هذه أيضا من الأمور التي تساعدها أنه تشتغل اليوم لدينا مثلا أنه أحد يستطيع شغلة هو وقاعد ببيته مثلا اليوم نحن المندوبين في المندوب الألكتروني المندوب الألكتروني اليوم مثلا يقول الشاب تشتغل المندوب الألكتروني يقول لك ما أقدر إرادلها وقت صراحة كانت جدا قليلة هذه الشغلة يعني بوقتها فرصها كان مو أي شخص مثلا يتقبل بها حاليا أصبحت صارت توسعت أكثر لكن أتمنى أنه منفعة البنات لأنه أكثر شي طبعا نحن أكيد نحن أيضا بالنسبة لأزياء وحروب للأمانة بصراحة مثلا البنات أنه تنطين عنوان أنطيب الطريقة الصحيحة للتعبين المندوب للأمانة لأنه أنتم همين حقكم خاصة بشهر رمضان لاحظت أنه بنات يتعبون المندوب بلاحظة أنه تليفون موجود أنطيئ أكثر من رقم رقميا يكونون موثوقات حتى هو خطيئ أهم أنت لازم تراعين ظروفه بهذا الحر أنه جاي بلت البضاعة التي تريديها وألف هنا طبعا أكيد اليوم هناك حالة مثلا شهدت على حالة تعرفين حالة العامة تعرفين على حالات أكثر من حالات ممكن أن ترون العاطفية أن تكون تعاطفين تجاه هذه الحالة أو ممكن تقولين تستغربين لكن اليوم هناك حالة تعاطفت تجاهها أن مرأة أم لسبعة أطفال بزوجة يشتغل سائق تاكسي تشتغل مندوبة من ساعة مثلا تنتي لساعة واحدة بالليل أمرأة مندوبة أمرأة من ساعة ثانية الظهر للواحدة بالليل تعمل بشركة لكن هذه الشركة موثوقة في التوصيلات فيها حتى سواق موثوقين إجازة إذا فرص العمل كثيرة موجودة إذا الأم تشتغل والأب تشتغل حتى يمشون حياتهم يمشون حياتهم نفس الوقت أن نصيحة لبناتنا وأولادنا أن والدك أو والدك يتعبون أن تحافظي على هذا الشي وأن تحافظ على هذا الشي بالتأكيد وأن نستمع على شي من جهة الزبايدين نشوف أو أنا شايل وما كما ناس حيت أمر تنهيل تريد وعلى راسي حيت أمر تنهيل تريد وعلى راسي وأنا شايل وما كما ناسي أحبك أحبك من الجارب والسان يبا هدج جارب وحيرا شايل حبك بدمي دول قلبك حبيبي أجيب وخلي بي أمور عيني ما تنشوف النار لأن منك أحب همي أحبك من الجارب والسان وعلى راسي وأنا شايل وما كما ناسي والسان وما كما ناسي كربي موسيقى اشترك اatterist عاني Έجيب ومثير اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة